السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معي فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم باخر وعلى خير يو ما شاء الله رجعت لكم بروتين جديد وحلوة جديدة بنسبة الفيديو اليوم فقد نشارك معكم واحد الحلوة اللي كتجي رائعة خطيرة البنات بزاف من اللي طلبتوها مني كتجي بنينة فتية وكي طلبوها بزاف الكليان في هكذا امريكا تكون عندي شي كوموند فيها بلاتويات كتكون مطلوبة بزاف يانا فريمو كتجي فوسط البلاتو كتعطي واحد نظرة زوينة البلاتو حتى اللي كي بغيها كده بالكيلو حتى هي كتكون مطلوبة بزاف بالنسبة لهذا الحلوة هدي فهي جد اقتصادية كتعطي واحد الكيمية وافيرة الناس اللي كيكون عندهم هكذا لكوموند اللي كيكون فيهم الحلوة في البلاتو را غات نفعكم بزاف هاد الكيمية هدي راتقدر تعمر لكم حتى لسبعتاش اولا 16 بلاتو اولا تقدر تفوتها هقع انك تعطي كتر من 150 حبه و اا يعني واقتصادية ما فيها بزاف ديال المكونات غدي تشوفوا معي ان شاء الله المكونات ديالها اكيد غدي تعجبكم بزاف بزاف وغدي تنال اعجابكم تبعوا معي حبيباتي الفيديو حتى الاخير ان شاء الله غدي نشارك معكم كل شي بادق تفاصيل غنشارك معكم عدد الحبات بالضبط حل خرجت لي وايضا غدي نشارك معكم حتى التمن ديال البيع ديال هاد الحلوة هدي غي ما تنساوش حبيباتي لكنت هدي اول زيارة ليكم للقناة شتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديو هديلي وايضا حبيباتي ما تنساوش بلايك ديالكم ديروا واحد اللايك قبل ما تكملوا الفيديو وما تنساوش تكملوا الفيديو حتى الاخير ويلا نبدأوا بسم الله على بركة الله بالنسبة المكونات الحلوة فقد نحتاج هنا واحد مئتين وخمسين جرام ديال الزبدة انا هنا استعملت زوج الانواع ديال الزبدة استعملت الزبدة من اصل حيواني واللي هي صونترال انا غالبا كان نخدم اما بصونترال واما بجيبال واما بهولونديا يعني هدو ثلاثة الانواع اللي كان خدم بهم والنصف استعملت غير المارغارين العادية اللي كان خدم بها اللي هي باتيسور يعني استعملوا اي زبدة كتفضله وهو صوبه ولكن ا blindness فقد نظلر هو كامله عن زيات الكوة وقد تحتاجها وشكل من زوج الحبات البيض كاملين ثم غير صفر وحب solve bodies بتحضر الحبات على فطفر 5 صفر البيض coordination و كس كبير للزيت نباتية مائي وان نحتاجه 250 مليلي متر عندها الكس الانبة سوف يدير كس و 4 عنبة لان هنا لدي زبدة خالط ما بين زبدة سبيسيال و زبدة مارغارين اللي لا درتوا غير زبدة سبيسيال سوف يديروا غيكس يعني 200 ميلي لتر زبدة مارغارين سوف نحتاج هنا زوج كيسان سكر غلاسي مايو عادل تقريبا 250 غ سكر غلاسي والحلاوة تبقى على حسب الضوء لان هذا سوف تستعملوا الشوكولات لدي هنا 250 غرام ضروري من نشاف هذه الحلوة سوف نحتاج العلبة بذوق الفاني او لأي ذوق تفضله لا تكون فيها ملوين سوف نحتاج هنا 1 زوج معلقة نيسلي نيسلي عادي إذا كان لديكم نيسلي كراميل سوف تستعملوا نيسلي سوف نحتاج 1 كيس خميرة كيموية من فئة 8 غرام واحدة الرشيشة الملحة بطبيعة الحال هنا البنات تقدرون تضيفوا 1 كيس السكر لكن هنا لم يكن متوفر عندي كتفيت فقط بذوق نيسلي وزدت نيسلي هنا في واحد القصرية وضعت زبدة وضعت عليها رشيشة الملحة وضعت عليها مزيان مع السكر بسرعة لم يكن متوفر منكم الوقت لان السكر وزبدة لدينا لينة ضفت عليها زوج كبير زيت النباتية وضعت أيضا زوج وزوج البيضات كاملين اللي بغا تدير البيض كامل لا ننصحها لانه سوف تأتيكم الحلوة لا تأتيكم شفتية هنا خدمت كل شيء ضفت العلبة بذوق الفاني ونضيف زوج المعالق كبير ومن الناس من المتحدث من الناس ان تستغنوا عليها لا تأتيكم الناس ومن المتحدث لدينا بلوغو لدينا من المشروع وكيس الخميرة تريد كيس وكيس كافي لدينا بشكل او لدينا من الفقعة لدينا بشكل محافظة على شكل ديالها وصفي هكذا كان بدا نضيف الدقيق شوية بشوية بالنسبة لدقيق ما نقدرش نحدد ليكم بالضبط شحال لانه كيبقى على حسابهوش غدي تديرو زبدة سبيسيال او لغا تديرو المارغارين المهم اهم حاجة ان العجينة كتكون طرية يعني كتكون رطيط باشي شوية وبحلها شوية كتلسق في اليد مش يدعك تلسقوا لكن كتحسو بالعجينة انها رطبة تقريبا بحل العجينة دياللي بتيفوغ باشا كده الحلوة كتجينا زوينة كتجينا فت لا تتشقق لنا في وسط الطياب سافي كيف ملحتوا معي هنا من بعد ما جمعت العجينة ديالي سوف نقوم بشكلها معكم بالنسبة لها الحلوة دي فنشكلها على شكل كوريات اللي تكون صغيرة يعني الحجم ديالها لا يكون كبير بزاف والحجم راك انتم ما تتحكموا فيه انا مثلا عند باحيت سوف ندخلها في وسط البلاتو يعني سوف ندخلها شي شوية صغيرة لك تقدروا الحلوة بوحدة تقدروا تكبروها على هذا القياس هذا تقريبا هنا كان الوزن ديالها ثم من 13قرام او 14قرام هكذا ومن تكوروها بحل كتدغطوها على شكل كبير بيديكم باش كتجي الحلوة مبسطة مكتبش مكببة وصفي هكذا كان بدأت نكور في الحلوة ديالي حتى انتنسل لديك العجينة كاملة هنا استطلق وضعتها في واحد اللطة اللي مدهنها بالزيت لان ديالجة عندي الحلوة فيها الزبدة والزيترة لا تلسق لكم وكندخلها على الفران طيب من الفوق النار تكون تحت منها انا عندي الفرن ديال الاري سبق لي وشاركتو معاكم نترك لكم الرابط الى صندوق الوصف المهم يكتب من الفوق حتى يبدو تذهب شوية مع الجنب وكتبطوها للتحت حتى تتحمر شوية من الوجه ديالها ولكن عندكم الفرن سخون وكيكون اينوكس راكي يرد عليها الطيب حتى من الفوق مهم يكتبوها على نار اللي كتكون مهيلة اللي عندها الفرن ديال الكهربائي تديرها على ما بين 170 و 180 دراجة حتى كتبت طيب وكتترجع بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معي صار حكا طيب زوينة تجي مديهبا ما تحمروها بزاف باش ملي نديروها في الشوكولات الابيض متبانش للمتحت الشوكولات محروقة هنا اخذت الشوكولات الابيض دوب تفوق حمام مائي هنا كنستعمل دائما في الشوكولات اما غالا واما 5x5 هدو مزوج الانواع اللي كنخدم بهم وغالبا كنخدم بغالا لانه هي ضغيك الدوب مكتحتش انا نضيفه لها زيت او لاشي حاجة اخرى سوف نبدأ كده نوضع الحبات ديال الحلوة ديالي فوسط الشوكولاتة البيضاء كيف ما كتلاحظوا معي وكان قطرهم زيان من الشوكولات وكان وضعهم فوحد الورق اللي كيكون خاصة كده بالفرن او لوحد سلوفة اللي كتفرشوه للطاولة ديال العمل ديالكم وهنا يجب الكتور من الشوكولات على اللي كيتاو فوحد ذو الورق ديال فورن فتقدروا تضع المرة الأولى الحلوة في فوق الورق كيف ما ندير انا ومن بعد تخليها غير واحد زوج اولى ثلاثة ديال التواني كترجعوا تهزوا الحلوة وكتوضعوها في واحد البلاس اخرى اللي كتكون مفرش عليها الورق ديال الفرن باشاك دادك الزائد كيبقى في الورق الاول المهم هكذا كان بقى مستمره حتى كنكمل الحبات يعني ديال الحلوة اللي عندي كان وضحها في الشوكولات هنا قبل ما غنسلهم كاملين فانكملين هاد الحلوة ديالي بخطوط من الشوكولاتة البيضاء و هذه الشوكولات التي وضح فيها الحلوة هي نفسها فانكملين بها غير كننا وضحها في واحد الكورني وكان ديالها واحد لتقيبة اللي كان تكون شوية رقيقة ما تكونش غلظة بزاف وهاكذا كان بدنزيل حلوة ديالي بواحد الخطيطات من الفوق اللي كيكونوا خفافين ما يكونش يعني غلظ بزاف هنا كان ناخد شوية ديال العقيق في الالوان بما انه كان عندي كوموند دياله بنيتة استعملت هنا اللون الأبيض مميزة الواردة عليها ولكن كل مرة استعملت اللون الوردي كل مرة استعمل بعض المرات مع الشعارة عليها فى الضهبية بعض المرات عزرق و الأخضر فى البلاطو والالوان حيث على الحلوية قدمت اكتشى تضغطيصاء الطلقة بخطيطات وكتبدا وتزينوها بدك العقيقية وشنو هي العقيق كتوضعوه مباشرة من بعد ما كديرو الشوكولات اللي لدرناها هكذا بالكورني باش ما تيبز الشوكولات وما تشدش لنا دك العقيق وصاف هنا يكون عدو الشكل النهائي دي الحلوى دي من بعد ما ستفتها هكذا في واحد البلاتو كيفما لحتمعي الشكل دي لكي يجيزوين بزاف كدية رائعة واقتصادية كيفما لحتمعي اهم حاجة انها كتعطي واحد الكيميه كبيره يعني انا ستحمر لكم وجهكم في الطالبيات انا هنا وضعتها هكذا في هاد الكويرتات هذي باش كتجي اكذا الحلوى هكذا متيولة يعني كتجيزوينه بالنسبة لبنات العدد الحبات اللي تحصلت عليهم في هاد الحلوى هذي فانا تحصلت على تقريبا 156 حبه بالضبط بالنسبة للميزان فارا كتعطي لكم حتل 3 كيلو عبار اما بالنسبة لالتمن فانا كنخرجها ما بين 80 درهم و 90 درهم للكيلو على حسابه سنخرجي واحد الكيميه قليله او لا نخرج واحد الكيميه كبيره او لا ندخلها في وسط البلاتويات سنحسبها التمن ديال يعني كما نقولو هالرس دق دق ونحسب حتلك الكليال ان كين الكليالي كيتشطروا بزاف وخاكتقول لهم 90 درهم كيرجعوها الى 80 درهم الفيديو ديالي هنا غاد يسالي نخليكم دابا الى اللقاء